الرسالة إلى العبرانيين بكل بساطة بحاول يتكمل يورجينا تفوق سمو ورفعة المسيح في شخصه في مقامه في طبيعته وفي عمله فكل ما يصفه في الرسالة إلى العبرانيين يصف سمو ارتفاع يسوع المسيح في البدء الله أو الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه يعني المسيح هو الإعلان الكامل الإعلان النهائي الإعلان الذي لا إعلان بعد هذا الإعلان يعني ما فيه يجي نبي أو شخص آخر بعد المسيح يقول أنا يعني اتبعوني أو إلى آخره فالمسيح يسمو يتفوق على الأنبياء على طبعا على موسى وعلى الذبيحة وعلى رئيس الكهنة فببتدأ من إصحاح اتنين بقول بحذر التحذير الأول من خطية الإهمال وهذه الإهمال الذي يقود إلى رفض المسيح معنو بيتكلم عن كل الجمال وسمو ورفعة المسيح لكن بيعطي تحذيرات في الرسالة التحذير الأول في صحاحة اتنين بقول كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقدره فبقول هذا الخلاص يعني الله الرب يسوع اتكلم عنه الله الآب شهد عنه وأيده بالآيات التابعة وبيتكلم بمواهب الروح القدس أنه اللي بيعمل حتى هذه اللحظة بتأييد الروح القدس وأيضا بشهادة الرسل عدا عن سمو المسيح أنه إذا أنت مفكر ترجع للأركان الضعيفة أو ترجع للظلال في العهد القديم يسوع هو الحقيقة هو الشخص الكامل أنظر إلى يسوع المسيح وبعدين بحذر من خطية عدم الإيمان وخطية الارتداد وبيصل إلى قمة التحذيرات في الإصحاح العاشر لكن بيخذنا بطريقة منطقية بلغة فصيحة كلاسيكية يونانية جميلة جدا حتى يوصل التعبير إذا بعد كل هذا اللي اختبرناه وشفناه وشفناه تفوق المسيح وكل هذه الإمكانيات الهائلة فإذا أنت وصلت لهذا القرار وأنك أخذت الإختيار قررت أنك تترك المسيح فطبعا ما عادش في ذبيحة تانية لأنك أنت بتدوس ابن الله وبتزدري بروح النعمة والعهد اللي بتكسه فإذا يا أنت بتكون في المسيح أو خارج دائرة المسيح ما فيش إشي اسمه حل وسط أنت تكون موجود فيه لكن الكتاب بأكد على الخلاص أحبائي إنجيل يوحنى ومثل ما سمعنا من أبو مهند لما اقتبس رسالة يوحنى الأولى 5.13 كتبت إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا يقين أن لكم حياة أبدية ونحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة كل من يقبل إلي لا أخرجه خارجا الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة وأيضا خرافي تسمع صوتي لا يقدر بقول في يحنى عشر لا يقدر أحد أن يخطفها من يدي فإذن أنا لما بكون في شخص المسيح أنا الرب حافظ عليه لأنه هذا خلاص مش خلاص بشري خلاص إلهي مبادرة من يسوع المسيح لخلاص نفسك ولخلاص حياتك أيضا ترجمة نانسي قنقر